الاخوان تبارك الله عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع المتتابعين الكرام الحمد لله كانين بزاف ديال الناس اه كيت ناول جديد وكيت تصلوا بيا عبر الواتساب اه كيقولوا لي اخي اهو شي احنا بغينا الجديد بغينا شي حاجة شي هميزة بغينا شي تمام مناسب الاخوان احنا مني كتب لنا شي حاجة راك رحطوها اه في القناة وانتو ما ديك ساعة احكموا اسمعوا الفيديو وشوفوا الثامان وشوفوا الموقع وكل واحد غادي مشي على حسب اه الفلوس دياله ما تكلف شي ما تزيرش على راسك ديما مشي لحسب فلوس ديالك وتمشي مرتاح مع راسك انتو ما كتعرفوا الديار اللي كيكل في التجزيئات كيكونوا غالية شوية لان الارد كتكون غالية بالنسبة اليوم احنا كنت وجده في التجزيئة ديال الزموري اللي كينا في بنسعيد اللي هي معروفة انه واحد يال محطة طرقية جديدة اراضي جال وكنت صورت هنا اه الاراضي وهذه كنت كنصور فيها من اللي بدت في اللول من اللي كانت الارض باقي الله كتعمل خمسة وخمسمائة ستلاف دراح اليوم ما الاخوان غادي نشوفوا هاد المنزل كما كتشوفوا معايا اه المساحة ديالها سبعين ديال الميتر في الارض في هالقاراج وجوج ديال الطبقة الشارع ديال 12 جات موجهة جات اه مهزوزة ماشي ومواطية في ديال الارض اللي كانت تحتانية ليحدى الطرق كبيرة جات عالية شوية كما كتشوفوا هادا القاراج الدار عدتبنت ماشي بازاي باش اه باش سيد ووقف لها البناء ديالها اه في هالقاراج كما كتشوفوا اه مثقف على ربعا ديال الميتر الانسان اللي باغين مع المستقبل يقدر يزيد في هاشي سودة صغيرة لان في هالعلو وجات على الشارع ديال 12 والدار الصراحة السيد اللي بنها اه ابنها زعم علي الدو اه دار بزيانة فيها الصح لانا اه كين بعض الناس اه كيقول لك انا بغيت شي حاجة تكون ماشي مكمولا الاصلاح علاش لانا باش هو كيكمل عليها وكي تحلو رخيصة لانا الى الديتي الدار ماشي مكمولا الاصلاح كتدي بوح تمن ناقص انتا كتكون اربحتي ديكتامرة ديال البناء لانا باش جي تبني الدار من الاساس اراكت دي واحد واحد المسئولية كبيرة مع الخدامة مع الطاشرون مع السلعة مع بزاف ديال المسائل مع الرخصة وحاجة تسانية باش يعمل له الفينيسيون الى حسب الدوق دياله هو من داخل انش حام واحد كيدخل عاد الدار مك يعجبوش الفينيسيوني ان كل واحد الدوق دي حسب سباغة انواع ديال سباغة وانواع ديال الزلج وانواع ديال القفص وانواع ديال البيبان وانواع ديال بزاف ديال المسائل ولهذا مش هكي يبغي تكون في حل هكا باش هو غد يعمل اصلاح على يده وكي يتيح له الخيص على هات الشي باش تدي الدار تكون ماشي مكمولا الاصلاح كتتاح لك رخصة وكتعمل اا الاصلاح على حسب الدوق ديالك كما كتشوفوا الاخوة بسببا الدار اا في هالصح كما كتشوفوا بالنسبة للمساحة مساحة زيانة سبعين مترو ارا اعطت جوج ديال البيوت اا والصالون وهذا حمام والكوزينة والباتيو وكما كتشوفوا هذه الكوزينة وهذا بيت لان فيها جوج ديال البيوت وفيها واحد صالون كبير سبعين متروها في الارض الاخوان ولكن الفقيرة كتعطيك تقريبا تمانين ديال المتر هاتشي لك انا الاخوان وانسان اللي غادي دخول عليها غا يعمل الاصلاح علي الدوق وغادي اقتصد شوي غادي اتح لك رخيصة اهنا الاخوان انتم عارفين انت زياد الزموري اللي كاينة في بيد ريون اراها الارش حاوصلة فيها اراها ما كتهوتشي على 8000 درهم 7500 درهم اما ليجا تنتا حيث احدى الطرق كبيرة اراها وصلة 12000 9000 درهم كما كتشوفوا بالنسبة اه الطلعة ديال الدرج صراحة الطلعة اه الدرج مرتاحين ماشي واقفين ومتسعين وهدي الطبقات الثانية احنا غادي نصورو كل شي الاخوان باش انسان لكن ما كنقول لكم انسان اللي بعيد ان الحمدلله اه بزاف الناس كيتواصلو معايا من جميع الدول ورا كيتسنو الجديد وكيبغي وشي حاجة تكون اه بتامل مزيان وشي حاجة تكون وجدة كيني الناس اللي 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 لاحص العاون ما عندو مش الوقت كيقول لك انا بغيت شي حاجة تكون وجدة انا ما في يا ما يصلح ما في يا ما يوجد غيندخل نسكن وكيني الناس كيقول لك انا عندي لغايت تكلف لي ماشي مشكل كما كتشوفو هذه هي التجزيات الزموري اه هي كما كتشوفو والصراحة الدنيا عمره هنا اه احدها كيني الجامع كيني مدرسة هاتي جا دي المحطة الطرقية راية محطة الطرقية كتبان كتبان من الطبقة وعاد من باقي ما طلعناش ينسطح الاطنجة كاملة كتبان صبارك الله وهنا انتم ما كتعرفوا السكنة في التجزياء را احسن سكنة دائما كيكون فيها الكالة وكيكون النس ديالا اا الاكسر يكون النس ديالا قيكون نس ديالاوروبا لان ا فيكونوا اونا شاكنين على دك الشيما كيكونش فيها الهر اه بنسبة الفصلة بحل 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 الفصلة اللولا بحل طبقة اللولا بحل طبقة تانية عندهم الفصلة بحل». Comme tu انت الى بغيت تغير شي حاجة ممكن تغيري عندنا الدار بقي على تلبيسها. ممكن تهرش شيحة. يتزيد شي حاجة. اه لانه اه ماشي شي حاجة كبيرة. هيكي سعب الحال. من لي كيكون زليج كيكون القافز كيكون دايز الضوء كيكون سعيب باش تهرس. وهذا بطيوت سنفيصة ديال الدار. وبسبب الدارة الاخوان. اه الارض بنسبة الارضة محفظة. بالمسائدة لكاملة القانونية. الناس اللي كي يدور تصحفي على التيتر. ولكن الدار ماشي محفظة لان الدار باقي ممسليش البناء. الاصلاح لان الدار فوقاش كتتحفظ تكي تتكمل الاصلاح ديالة. والمآآ بسبب المرا فيها. هذا الباتيو. انتم الاخوان. دار مزي وناجد في بلصة جوينة الصراحة. آآ بسبب التمن ديالة الاخوان. تم عارفين التمن ديالة سيكي قول فيها مئة وعشرين مليون. مئة وعشرين مليون. وقد تكون شوية المفاهمة لان الارض. هنا غالية الاخوان. رأيك تدير 8000 درهم. انتم ما شوفوا غير. 70 مترون. عملت من هذا الشيء. وعاد زعيد البناء. انتم معارفين. شو ما يقول لك. رأيك ديور غاليين. ما نعرفش الناي. اخسك جيت بني. عادك سيحكم. واشت. 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 انت لدي بريتي الدار ديالك. شي تلقى بريتي الدار ديالك. رأيك تعمل لثمائة مليون. رأيك الابناء الاخوان رأي صعيفة ساعة هادي. رأيك كل شيء غالي. الرقصة ديالك. بالنسبة للمواد البناء. كل شيء غالي. على ديك شباش دابا. البناء غالي. اه ديور غالي. عليك. والارض غالية. دابا الارض من التجزئة. يلا كتخرج كتخرج ب6000 درهم. 6500 سبعة درهم. يلا كتخرج. انتم مع الاخوان هنا. ها الجامعة هي هذه. جهت غير فوق الدار شوية. قريبة. الجامعة. قريبة عندك جوش دقيقة انت في الجامعة. كتبان مضع. هاي المسجد الزهرة. هذه معروفة بن سعيد. هاد شلي كان الاخوان. احنا كنحاولوغي نوضحو لكم شوية ونشرحو لكم تفاصيل. وخاكي يكون الفيديو طور شوية. ولكن كتستفدو. كنصورو كل شي جميع اتجاهات. وكتستفدو من معلومات. ها انتم ما كتشوفوا. هاتجا ديال المارشد ديال آآ الخضرة هو هدا. تيجا ديال آآ هذا ديال الخضرة. تيجا ديال آآ شو اسميتو؟ المحطة. تيجا ديال آآ هاي المحطة ديال كيران هي هادي. ها انتم ما اخوان كنشي كيبان مصطح. مصراحة آآ بلاسة مزيونة مع المستقبل كتزيد كتعمر. باقي كتزيد كتعمر بلاسة هادي ومباقي كتزيد كتغلق. هاد شليك الاخوان شوك لكم بزيب كما قلت لكم ثمان مية وعشرين مليون. هادي تكون شوية المفاهمة. هادي مدراسة كما كنتشوفوها مدراسة. انه حسن حاجة تكون مدراسة او مزيج حدها تضار. هادي اه كل شي قريب لها. شكرا الاخوان. بارك الله وفيكم ويديو اخر ان شاء الله.